السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله النهاردة هنعمل شربة عدس بطريقة حلوة جدا مختلفة فيها بيتامينات كتير وطريقة مختلفة ومكونات مختلفة للناس اللي بتعمل دايت او الناس اللي حابة برضو تعمل الشربة وتاخد كل الفوائد الممكنة منها كميلوا الفيديو الاخر مبدئيا انا طريقة دي بعملها حتى لو مش في رجيم او دي الطريقة العادية بتاعتي للشربة العدس باختلاف شوية حاجة دي انا زودتها النهاردة عشان تديني احساس بالشبع قدر الامكان اول حاجة عندي هي الخضار انا عندي بصل اغدر عندي بصراية صغيرة عندي طماطم عندي جزر عندي كوسة عندي توم كل دا هحطه جوه الشربة وطبعا العدس اول حاجة هعملها عندي هحط معلقة صغيرة من زبدة البلدي زبدة بلدي من زبدة نباتي وهحط معيها البصل الاخدر والتوم والبصل الاحمر انا حطيت اتنين بصل اغدر وحطيت بصراية حامرة صغيرة او متوسطة وحطيت فصل توم واحد ابطاعته شرائح حديهم تشويحة على النار هادية كده اول انا بحب اشوح الخضار قبل ما احط المية واشوح معهم العدس برضو عشان دا بيديها طعم احسن واحلى طبعا بعد كده هبتدي ازود الخضار بالتدريج اول حاجة عندي هحطها هحط جنزبيل فريش هحط حتة كبيرة كده هبشرها او اغطاها هو كده كده كل دا في الاخر اللي هيتفرن في الخلاط او بالهند بلندر يعني هيبقى طبعا شربة فعادي جدا قطعوا اي تقطيع تعيبكم بس طبعا حاولوا تخلوا تقطيعكم صغيرة عشان تستوي معاكم بسهولة وبسرعة ومتاخدش معاكم وقت انا حطيت جنزبيل فريش لو ما عندكوش ممكن تحطوا جنزبيل باودر واحط جزرية واحدة صغيرة الحلة اللي هعمل فيها كمية الشربة دي حلة كبيرة جدا وكمية الشربة كتير انا بحب احتفظ بها بالفريزر قدر الامكان عشان تقعد معايا وقت طويل لو انا محتاجها في اي وقت لان انا بحبها في العموم حتى من غير الرجيم ولا اي حاجة انا بحبها جدا هحط عندي الكوسة وهحط عندي الجزر زي ما قلتلكم حطيت هنا حوالي دول كانوا عندي في التلاجة وانا حطيتهم ممكن تحطوا اقل يعني ممكن تحطوا مثلا تلات كوسات او اتنين بس انا حطيت دول حوالي كده ايه يعني مثلا تلتميت جرام او حاجة وبعد كده هحط العدس العدس حوالي مثلا كيلو كيلو لربع اه حجسلتوا كويس جدا وانا اعطوا شوية في المية وبعدين هشوح كل حاجة مع بعضها كده وحطيت طبعا اتنين طماطم صغيرين ممكن هحطوا واحدة بس كبيرة وبعد كده بعد ما بشوحوا شوية كل ده طبعا همار هادية لانا مش هحطوا ضيد كتير ولا ثمنة كتير عشان مايتحرقش مني هحط معلقتين اتنين من الشوفان الكامل الشوفان اللي هو بيخش في الطبخة مش مش الشوفان اللي هو سريع الطهي اللي بيبقى ابيض ومكسر شوية ده حطيت معلقتين اتنين على الكمية دي كلها عشان يديني احساس بالشبع برضو قدر الامكان انا عارفة ان الحالة مش باينة قوي ولا الكمية باينة بالزبط في التصوير بس الحالة الكبيرة والكمية بتاعت الشربة كتيرة شوية حطيت هنا مياه سخن عني عشان بقى ابتدي اسلق الخضار والعدس عشان خاطر يستويه كويس جدا وبعد كده حط معاهم بقى في المرحلة دي بس ملح فلفل اسود ومعلقة كمون صغيرة بس مليانة وحط كمان معلقة من بزور الشيعة زي ما قلتلكم قبل كده من بزور الشيعة بتديكم احساس بالشبع فترة طويلة جدا بعد شوية لما قلبتها كده طبعا هي نفس بتدي نفس الافكت بتاع بزور الكيتاني اللي هو بتعمل مادة لازجة كده لما بتغلي على النار فمية ما تقلقوش منها كل ده هدرب في الخلاط ومش هيبضل للبزور بس وكل حاجة هتبقى سائلة وعادية جدا هي بس بتنزل المادة اللي فيها اللي هي الجلاتينية دي عشان خاطر تديكم احساس بالشبع وقت طويل وهي فعلا مش باع جدا جدا وانا حطيت معلقتين الشوفان هنا لان انا استغنيت عن العيش وقتفت بالشربة بس مع خضار مثلا مع جرجير مع خيار مع صلطة ما استغدمتش اي عيش او نشويات تاني جنب الطبق ده فبعد شوية كده هتلاقوها خلاص استوت وابتدت بقى تتهري معايزة تتهري تماما عشان لما اضربها في الخلاط تبقى نعمة جدا معي ايه اشوف الخضار كده لو استوا معي ابتدي بقى اسبها لما تبرد واضربها في الخلاط بالشكل ده طبعا هو بيبقى لونها فاتح شوية علشان الخضار طبعا الكوسة اللي فيها بتفتح لون العدف فما بيفضلش لونه اصفر مية في المية انا بحب اغمقه بطريقة تانية انا بحبش اللون يفضل كده بحب اغمقه شوية عن كده بس الاول هحط مكعبين مرقة خضار بتاعت ماجي وهحط معلقتين كبارة على الحلة دي كركم عشان يخلي اللون اصفر قدر الامكان عن كده طبعا الحبوب السوداء اللي انتم شايفينها دي البزور بتاعت الشيعة هي طبعا ما بتتدربش في الخلاط يعني جوه السويل ما اتحانتش جامد بس طبعا الشربة قوامها بالنسبة لي انا كده مظبوط لو حابين تخففه او تزقيره طبعا دي يرجع لكم هحط بعد كده بقى رشة فلفل اسود هحط معلقة كامون تاني برضو هحط زي ما قلتلكم الكركم واحط رشة شطة انا بحبات بقى يعني حامية شوية صغيرين مش كتير قوي يعني يعني يضب ربع معلقة على الكمية دي برضو احط كده الكركم بالتدريج واقلب لو لقيت اللون لسه مزودش معي ازود تاني لحد لما اللون يزبط زي ما انا بحبه وزي ما انتم بتفضلون هسابها تغلي عن نار غلوتين اتنين وبعدين هنوصل لمرحلة الاخيرة اللي هي برضو التوتش بتاعي اللي انا بحب بعمله في الاخر برضو بيدي طعم وبرضو فايدة كويسة كل واحد طبعا ليه طريقة انا بحب اعملها بطريقة معينة عشان انا يعني مبرتعش اللي في الطريقة دي كل واحد طبعا ليه طريقته وبيفضلها بس انا بحب الطريقة دي جدا وبحب دايما اعملها انا زودت النهار ده بس هو بزور الشياء والشوفان عشان تديني حساس بالشبع كفاية والجنزبيل بعد كده بقى حطفي عليها وحطها على جنب وبتتجهز اخر حاجة هعملها لها عشان الطعم النهائي هجيب عندي طوصة وهحطها على النار وحط فيها معلقة سمنة بلدي برضو صغيرة جدا طبعا انا مكلمكم الكمية دي كبيرة جدا بتاعة الشربة دي كمية اكبر حلة عندي تقريبا هحط فيها السمنة وهسيبها تدخن وعلى نار هادية كده هجيب اربع فصوص من الطعم هقطعهم شرائح هقطعهم شرائح مش هفرومهم وبعدين هشوحهم مع السمنة البلدي وبعدين هبتجي حطهم على الشرب وبعد كده اطفي النار وكده الشربة عندي تبقى جاسة دي الطوصة زي ما قلتلكم هحط بقى حتة سمنة صغيرة خالص علشان خاطر تسيح كده طبعا سمنة بلدي برضو ما استخدموش سمنة نباتي وبعدين هحط دول عندي تلات فصوص طوم وانا زودت فصوص كمان بأربعة عشان برضا نقولتلكم الحلة كبيرة جدا هدوب السمنة كده وبعدين هحط الطوم على طول مش هسيبها تسخنقمش ان الطوم ما يتحرقش مني وبعد شوية هحط شوية كسبرة نشفة زي الطاشرة بتاعة يعني الملوخية بس مش بالزبط يعني طوم انا بعمله شرايح وبعد كده بحطها على الشربة واطفي عليها بعد يعني اديها غلوة كمان وروح طفي عليها على طول وكده تبقى جاهزة عندي طبعا فيه ناس بحب تحط عليها لمون فيه ناس ما متحبش انا بحب بحط لمون طبعا اعملوا اللي انتوا بتحبوه اللي بيريحكم طبعا تجربوا الطريقة دي هتلاقيها مش باع جدا مش هتحتاجوا لعيش جنبها طعمها حلم مش يعني مش هتزهقوا منها وانتوا بتاكلوا هتحبوا انتوا تاكلوا منها وحيبقى طعمها بموايز بالنسبة لكم ده كده بعد ما انا حطيت التون بس هو ما بنشير في الفيديو اللي حتة دي ما تصورتش بعد كده بقى خلاص جاهزة عندي وطفيت عليها بتدي بقى اغرفها في الطبق وكده جاهزة عندي للاكل طبعا الناس اللي ما بتعملش تجربوا ممكن تحمص عيش في الفرن بزيت زتون اه انا كنت بحب اعمل كده ورشد كوركم عليه وبعدين تقدموا معي مع الشربة وممكن برضو تكتفي بالشربة جنب خضار مثلا او سلطة وكده يبقى الواجبة تمام وبرضو اكتفينا بالبروتين زي ما قلتلكم اللي في البوقليات والخضار بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة خالص وطبعا الطريقة دي حلوة قوي في الشتاء بتدف جدا وبتدي طاقة وكده وبقى فيها كل حاجة كويسة وبتدي كل البيتامينات ولو ولادك ما بيحبوش الخضار صحيح ممكن تحط لهم اي خضار انت بتفضليه جوه الشربة دي وتأكلها لهم هتبقى مغزية جدا ممكن كمان تزويدي بطوص وان شاء الله هتجربوها وحتدعوني وحتعجبكم جدا وزي ما قلتلكم ممكن تقدموا معاها لمون للناس اللي بتحب عليها لمون وفي ناس ما بتحبش والقوان بتاعها ده يرجع لكم في الآخر علشان طبعا كل واحد ليه حاجة بيحبها او قوان بيفضلوا في الشربة انا القوان ده بالنسبة لي مظبوط جدا كده ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش وتفعروا الجرس عشان يجي لكم اشعار بالفيديوهات اللي بنزلها وان شاء الله تكونوا استفدتوا تجربوا الطريقة وتعجبكم بإذن الله وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة